السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباب قلبي الى اخبار يا رب تكونوا بخير جميعا ان شاء الله انا جاي لك النهاردة بمفاجأة قوية جدا عاوزك تركز معي هنتكلم في الاول على طالب العلمي طبعا بما يخص الانجليزي على طالب العلمي وبعد كده على طالب الادبي طالب القسم العلمي زي ما احنا عارفين اللي امتحان عنده من اربعين درجة طب يا مستر الاربعين دول متقسمين ازاي اقولك ان احنا عندنا عشر درجات فقط على الجرامر والكلمات الخاصة بالمنهج كامل يعني القواعد كلها بتاعت المنهج وكلمات المنهج كاملة عليها عشر درجات من اصل الاربعين المال التلاتين درجة يا مستر التانين راحين فين اقولك ان احنا عندنا سؤال الترجمة وسؤال البراجراف وسؤال المحادسة وسؤال القطع وسؤال القصة عندك دول متقسم عليهم باقي التلاتين درجة يبقى تقريبا اغلب الدرجات عندك في الامتحان على الاسكيلز على المهارات طيب يا مستر انا المهارات بحس ان انا واقع فيها شوية انا جاي لك بالحال بالنسبة لطالب القسم الادبي اللي امتحان بتاعه من ستين درجة طيب الستين درجة دول متقسمين ازاي يا مستر اقولك ان انت عندك اربعة وعشرين درجة على الكلمات والجرامة القواعد والكلمات عندك تمام اما يا مستر الستة وتلاتين درجة تانيين دول راحين فين برضو راحين عندك في الاسكيلز اللي هي الخاصة بالترجمة والباراجراف والمحادسة والقطع طيب احنا ان شاء الله باذن الله عز وجل في شهر رمضان الكريم عاملين حاجة كده لذيذة جدا عشان تسهل عليك حوار عاملين مكسف تدريبي للاسكيلز بس اللي هي عندك الترجمة الباراجراف المحادسة القطعة في طلاب العلمي وطلاب الادبي طبعا هنتدرب في خلال التلاتين يوم على الاسكيلز فقط يبقى انت معاك تلاتين يوم كل يوم هيكون عندك حصة للاسكيلز يبقى نركز مع بعض هيكون عندك في شهر رمضان ان شاء الله عز وجل تلاتين يعتبر تلاتين محادرة كل يوم في رمضان هيكون عندك حصة خاصة بالاسكيلز هنتدرب فقط على الاسكيلز الكورس التدريبي ده طبعا ان شاء الله هيبدأ اول يوم رمضان يبقى انت معاك من اول يوم رمضان بازن الله عز وجل لاخر يوم رمضان انت بتتمرن بس على اسكيلز فده يخليك عندك قابلية كويسة ان انت تدخل الامتحان تحلو باسهل السهولة تمام معلم؟ الاشتراك بازن الله في في بتاع هيكون بخمسين جنيه فقط. هتبعت الخمسين جنيه ان شاء الله على الرقم اللي هيزهر قدامك على وتقول لهم وتبعت لهم رسالة التحويل على نفس الرقم. رسالة التحويل والرقم اللي حاولت منه وتبعتها وتقول لهم انا عاوز ان ضم لآه الكورس الخاص بالان شاء الله ده هيفرق معاك جدا. انت معاك تلاتين يوم بتتمرن يا معلم على وبازن الله عز وجل في اخر في اخر يوم في رمضان هيكون في مفاجأة قوية جدا بازن الله للطلبة اللي هتكون معانا على الجروب. وزي ما قلت لك ان احنا هيكون عندنا ان شاء الله كل يوم حصة في رمضان. هنتضرب فيها طبعا على الجزء الخاص بالسكيلز فقط. اللي هو عندك القطعة والترجمة زي ما اتفقنا. وفي اخر ان شاء الله شهر رمضان هتكون حلت معانا آآ تقريبا ميت جملة ترجمة او اكتر او مية وخمسين. هتكون عملت تلاتين براجراف بازن الله عز وجل او اكتر. هتكون عملت تلاتين محادسة وقابلة للزيادة ان شاء الله عز وجل. هتكون عملت تلاتين قطعة وبرضو قابلة للزيادة. تمام? فعاوزك على قد ما تقدر ان انت تلتزم بالجزء ده. لان عليه اكتر درجات في الامتحان. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.